بحثت وزارة البترول والثورة المعدنية مع أحدى الشركات اليابانية الرائدة فرص التعاون لإنتاج الأمونيا الزرقاء في مصر كمصدر للطاقة منخفضة الكربون من خلال دراسة مبدئية أجرتها الشركة لتقييم فرص التعاون الممكنة مع قطاع البترول هذا وأكد وزير البترول طريق الملة أهمية إجراء المزيد من الدراسات خلال الفترة القادمة للوقوف على جدوى المشروع وتوفير سبل نجاحه يشار إلى أن الأمونيا الزرقاء هي أحد أهم الحلول الجديدة لتوفير طاقة منخفضة الكربون علاوة على كونها حلا جزئيا لمواجهة التحديات العالمية لزيادة الطلب على الطاقة كما تستخدم كمصدر لتوليد الكهرباء منخفضة الكربون